النهاردة كمان في الدوري الممتاز الزمالك مع امبي زمالك شوت اول جيد شوت تاني قدر فيه امبي يتعادل واحد واحد كان زيزو تقدم ليه الزمالك في الديئة 45 من راكلة جزاء عملها مصطفى شلبي وتعادل كلوشا ليه امبي في الديئة 84 من ضربة رأسية رائعة بعد ركنية من الناحية اليسرى ده مصطفى شلبي وتقلقه فيه ضربة الجزاء وبعد كده سجل احمد سيد زيزو بالتخصص الهدف الاول لنادي الزمالك بعد كده تعادل امبي بهدف لكلوشا اشتركوا في القناة زي ما انتوا شايفين الوضع بالنسبة لنادي الزمالك فيه تعصر ثاني بعد السوبر وفيه مرحلة كده من اللي هي ايه فريرا مش الدنيا مش مزبوطة معاه اصله هو بقى عنده سيقه زيادة اصله هو مش مركز اصله هو اللعيبة مش عارف ايه انا بقى مش مع الرأي ده خالص خالص ولو ليه نصيحة عند جماهي النادي الزمالك فريرا مدرب كبير جدا جدا سيقه راجل يشتغل المدرب زي اللاعب فيه لاعب يبضل عايش في مستوى عالي كبير اللاعب اللي بيقعد في مستوى عالي كتير ده لاعب كبير ورائع اللي بيبقى مستوى عالي مطش وينزل مطش ده لاعب ما تعتمدش عليه فريرا كده فريرا مدرب مستوى بيبقى عالي كتير لو بقى عنده بعض العصارات القليلة ده ما يقلدش منه ابدا ولازم تزبر اوعى تفقد السقة اوعى تشك انه مدرب كبير عنده امراته وعنده انجازاته وعنده شغله الرائع اه مبرات الاهلي ما قدرهاش بشكل جيد الشوت التاني النهاردة في هذه المواجهة مواجهة انبي ما قدرهاش بشكل جيد بس ابدا ابدا الجملة ليه ايه لا 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 فريرا خلص فريرا مش مركز فريرا اصلي مغرور فريرا اصلي قصك من نفسه ده كلام فارغ ده كلام مش مزبوط ممكن تقول ان فريرا ما قادرش مبرات الاهلي كويس ما قادرش مبرات الاهلي كويس معاك عندك حق طبعا اللعيبة عليها دور اللعيبة فيه لعيبة كتير قوي مش في مستواها